تستمر ردود الفعل الواسع بعد إطاحة مجلس النواب الأمريكي برئيسه كيفين مكورثي قال رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفين مكورثي إنه خاطر من أجل الشعب وليس نادما على الجهود التي قام بها قبل عزله من منصبه وأوضح أنه عمل ما عطر في الآخر حتى يحافظ على مضي الأمة قدما رئيس مجلس النواب الأمريكي مجلس النواب الأمريكي في الأثناء قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يأمل في أن ينتخب مجلس النواب رئيسا له بسرعة خلفا لكيفين مكورثي وذلك بالنظر إلى التحديات العاجلة التي تواجه الولايات المتحدة والتي لا تقبل الانتظار وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أثبت دائما حرصه على العمل معاكل الحزبين في الكونجرس الديمقراطي والجمهوري وأنه يتطلع للعمل معهما في مجلس النواب بعدما يتم انتخاب رئيسا جديدا للمجلس وفق البيان مسيدنا من المتابعة والتفاصيل حول هذا الموضوع معنا مباشرة من واشنطن مرسلنا عمر وحسن إذن عمر أن يتفق كل نواب الحزب الديمقراطي مع ستة نواب من التيار الترمبي كما يسمونه في الحزب الجمهوري للإطاحة بكيبن مكورثي الذي لم يعجبهم أنه أوقف مسألة الإغلاق الحكومي قبل ساعات كيف نقرأ هذه الصورة وما هي تبعاتها؟ في الواقع حيات هناك قراءة مختلفة تماما هي قراءة مات جيت هذا الرجل الذي اتفق في يناير الماضي مع كيفن مكورثي على عدة اتفاقات كان من بينها إصلاحات إجرائية تتعلق بآلية التصويت على بنود الموازنة والإغلاق الحكومي وحتى التمويل الحكومي وذلك تفاديا لعملية الإغلاق هذا من جانب آخر رأى بأن حتى الموافقة على هذه الميزانية الجزئية التي تفادت بها الحكومة الإغلاق كان تفاديا مبنيا على تصويت تم على ميزانية مؤقتة هذه الآلية برمتها يرى فيها مات جيتز زعيم التكتل الجمهوري أو زعيم تكتل الحرية داخل حزب الجمهوري بأنها آلية معطوبة آلية يتم فيها تضمين العديد من البنود الموازنة وذلك بشكل جمعي شمولي تسمى بالأمن مسبل وهذه الآلية في التصويت يرى فيها حتى الجمهوريون الذين صبطوا لصالح كيفن مكورثي بأنها آلية كان واجبا على كيفن مكورثي التخلي عنها لكن هذا ما لم يتم وما تم التصويت عليه بالفعل بالإضافة إلى ذلك قبل لحظات قليلة في الواقع النائبة الديمقراطية إلهان عمر أصدرت بيانا قائلة بالطبع هي تنتمي الحزب الديمقراطي قائلة فيه بأنها صوتت لصالح عزل كيفن مكورثي أو إزاحة كيفن مكورثي من منصبه قائلة أسبابا مختلفة تماما عن أسباب مات جيتز لكنها قالت بأن هذه الأسباب تعود لأن أيضا كيفن مكورثي كان زعيم من قالوا أو طعنوا في شفافية ونزاهة العملية الديمقراطية التي تمت في عام 2020 وقام بتهديد أجساد المرأة أو بمعنى أدق سلطة المرأة على جسدها كل ذلك جمع بالأمس في مشهد ربما سوريالي في الواقع وهو مات جيتز الذي وقف ومن ورائه إلهان عمر وبالطبع إلهان عمر تمثل يسار الحزب الديمقراطي هو يمثل أقصى يمين الحزب الجمهوري لكنه وقف في هذا المكان ليقول لا لكيفن مكورثي وقد ناجح الرجل بالفعل في هذه اللحظات هذا المشهد الذي وصفته وقوف نائبة ديمقراطية تطالب بالحريات وتطالب بالمساواة وكل هذه في المقابل وأيضا إلى صف أو إلى جانب واحد من متطرف الجمهوريين أو اليمين هذا المشهد البعض قرأه على أن هناك نوع من أنواع الفوضى في الكونجرس الأمريكي وتحديدا الفوضى في الحزب الجمهوري إلى أماذا يبدو ذلك صحيحا؟ صدقتي حياتي كلمة الفوضى كايوس كانت من أحد الكلمات أكثر تكرارا بالنسبة للخطابات التي تمت بالأمس وبمناسبة خطابات الأمس التي سبقت عملية التصويت كانت خطابات جمهورية جمهورية يعني حتى مات جيتس حينما وقف أو من خلفه إهلان عمر اضطر اضطرارا إلى الذهاب إلى مقاعد الديمقراطيين حتى يقول كلمته لأنه تم إغلاق كافة المايكروفونات وذلك عن قصد من قبل زملائه الجمهوريين الذين كانوا يدعمون كابين مكارتي هذه العملية الفوضوية هي التي في المقام الأول دفعت الديمقراطيون بزعامة حاكين جافريز بأن يقول لا لن نقوم بدعم كابين مكارتي الرجل لم يقدم لنا أي وعود وبالتالي هو أيضا لم يذهب لنا حتى طلبا لأصواتنا هو كان آنفا عن ذلك وبالتالي لما ندعم رجلا لم يتقدم إلينا بطلب حتى لدعمه هذا من جانب من جانب آخر لابد لها من إشارة بأن الفوضى الحقيقية سوف تتكرر مجددا في مشهد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب لماذا؟ لأننا وكما نعلم بأن هناك 15 مرة في يناير الماضي كانت هي التي أفضط إلى انتخاب كابين مكارتي وذلك بصلح جزئي واتفاق مبدئي بينه وبين مات جيتس هذا الاتفاق هو الذي أدى إلى عزل كابين مكارتي فتخيلي معي أن عيشة ذات المسلسل وذات المشهد مرة أخرى بالتزامن مع ما حدث مع كابين مكارتي ومات جيتس أيضا لديه اشتراطات واضحة في من سيكون رئيس المجلس الجديد ومعه في هذه المرة ورقة تقول إن لم تؤدي ما اتفقنا عليه هذا هو حل سلفك وهذا بالطبع سيكون حالك إن لم تؤدي ما اتفقنا عليه بالضبط عمر شكرا جزيلا عمرو حسن كنت معنا وباشرة من واشنطن لك جزيل شكر أمريكيين أيضا قال الرئيس الأمريكي سابق دونالد ترامب فإنما وصفها بالمكائد التي تحاك ضده لن تفلح بينما أصدر القاضي المشرف على إحدى محاكماته قرارا مؤقتا بمنعه وفريقه القانوني من النشر وقال ترامب إن السبب في كل ذلك تقدم على الرئيس جو بايدن في إشارة إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقابلة إذن هذه المكائد التي حكوها لن تؤثر عليها البعض قد يقولون أن هناك قطأ كلا بمجب القانون 63 داعش لا يحق لنا استخدام أو الحصول على هيئة محلفين هذه أول مرة تستخدم هذا القرار الرئيس السابق والمرشح الرئيسي وأنا متقدم على جو بايدن بفارق كبير وعلى الرجح بل بالتأكيد أنا متقدم عنه ولبه هذا هو سبب ما يقومون به ضدي معنى عبر إنترنت من برجينيا دكتور كريس إيدلتون أستاذ الدراسات الحكمية في الجامعات الأمريكية وخبير شؤون الأمن القومي الأمريكي ورحب بضيفي دكتور كريس وسؤالي إليك لكل شيء مرة أولى في هذه المرة التي يعزل فيها رئيس المجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه هل يمكننا أن نناقش مسألة الفوضى أم تصحيح الأوضاع؟ أعتقد أن ما يحدث هو أن الحزب الجمهوري سيطر عليه شخص واحد وهو دونالد ترامب وهو طبعا لا يحظى إلا بدعم من قلة من الجمهورين المتزمتين والمتشددين والذين هم صعبوا الأمر على رئيس مجلس النواب السابق لإدارتهم ولا أعتقد أن هناك رئيس مجلس النواب قادم ستكون الأمور بالنسبة لي أسهل مما كانت بالنسبة لي مكارثي طيب دكتور كريس مسألة أن يقول مكارثي أنه كان يحاول تفادي غلق الحكومة بينما الأمر متعلق باتفاق مسبق عند انتخابه كرئيس لمجلس النواب كيف تقرأوها؟ طبعا عندما تم انتخابه في شهر يناير بعد 15 جولة من التصويت اضطر إلى قطع بعض الوهود بالنسبة لما يسمى بتجمع الحرية في مجلس النواب من الجمهوريين وطبعا هؤلاء المتشددون لم يقبلوا بقراره فيما تعلق بإبقاء الحكومة مفتوحة بأصوات الديمقراطين ولذلك كان الأمر مسألة وقت طبعا عندما يسمح لفرد واحد من الجمهوريين لأن يقدم التماسا بتنحيته كانت المآلات واضحة وكانت النتائج واضحة وطبعا ما تسبب في عزله هو قرار مكارثي بإبقاء الحكومة مفتوحة وعاملة بأصوات الديمقراطيين وهذا أمر مؤسف بالنسبة للجمهوريين والرئيس السابق الذين ينظرون إلى الديمقراطيين باعتبار ما عدا ولا يمكن التعاون معهم وبالتالي كان الأمر بالنسبة لهؤلاء القلة من الجمهوريين أمرا كبيرا وتصرف على أساس ذلك إذن هل يمكن اعتبار الأمر بأنه انتصار للتكتلات السياسية على المصلحة الحقيقية للبلاد؟ لا أعتقد أن ما حدث يمثل انتصارا لأي طرف وهذا طبعا جاء على حساب البلد برمتها أمامنا أقل من 45 يوما لإغلاق الحكومة مرة أخرى وما لم يتخذ قرار وفي ظل عدم وجود رئيس مجلس نواب حالي ومن غير الواضح من سيكون الرئيس القادم وما إذا كان قادرا على إدارة الأمر ولذلك أعتقد أن الأمر صعب للغاية ولا أرى مسارا واضحا مباشرا بالنسبة للبلد في ظل وجود قلة من الجمهوريين الذين يعرقلون عمل الكونغرس وطبعا يأخذون باقي الجمهوريين وباقي أعضاء مجلس النواب كرهائن ولذلك أعتقد أن ما يطالبون به هؤلاء هذا ذلك التكتل هو أمر غير منطقي طيب دكتور كريس بالتأكيد أنت تتابع في النقطة الأخرى محاكمة ترامب وردوده بشأن مسألة شعبيته التي هي من وجهة نظره دافع الرئيس وراء كل هذه الاتهامات كيف تقرأ استمرار هذا الدفع طبعا هو خسر الجزء الأساسي من تلك القضية في نيويورك وقرر القاضي أو حكم القاضي بأنه ضالع في عمليات فساد طبعا فيما تعلق بتضخيم أصوله المالية والجزء الثاني من المحاكمة تتعلق بالغرامات التي يتوجب على ترامب أن يدفعها طبعا هناك تهم أخرى فيما تعلق بفساد خاص بالتأمين ولذلك أعتقد أن الوضع صعب للغاية بالنسبة لأي شخص ولكن رد ترامب على تلك المحاكمات هو غريب وخطير فهو يهاجم القاضي ويهاجم المدعية العامة في نيويورك ويظهر بأنه لديه إزدراء للقانون وحكم القانون من خلال ما يصدر عنه نعم شكرا جزيلا دكتور كريس أدلسن أستاذ الدراسات الحكمية في الجامعات الأمريكية وخبير شؤون الأمن القومي الأمريكي كنت معنا عبر الإنترنت من فيرجينيا لك جزيلا شكرا